ذكرت صحيفة تيليغراف أن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعتزم إبرام اتفاق مشترك مع إيطاليا لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وإعادتهم إلى شمال إفريقيا وقالت الصحيفة أن سوناك أرسل سكرتير مجلس الوزراء ورئيس جهاز الخدمة المدنية سيمون كيس إلى إيطاليا منتصف يونيو لعقد اجتماعات على مدى يومين مع كبار المسؤولين بالحكومة الإيطالية للعمل على اتفاق ونقلت الصحيفة عن مصدر حكومي قول إن نجاح معالجة قضية الهجرة غير الشرعية يقتضي التعامل مع القضية من المصدر وكذلك التركيز على القوارب الصغيرة